موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة وسلام على أشرف المرسلين مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نلتقي مجددا في عدد آخر من برنامج التاريخ عبر خامسة التلفزيون الجزائري قناة القرآن الكريم نستقرئ حوادث التاريخ ونستلهم العبر اسمحوا لي جميعا باسمكم أن أرحبا بعلمائنا هذه الأمسية شيخنا محمد لهادي الحسني أهلا وسهلا بك مرحبا أهلا وسهلا شكرا تتصفح الكتاب بداية أربي عينك شيخنا سعيد معول أهلا وسهلا بك وبك أهلا شكرا على الدواء أهل الدار أهل الدار إذن نستقرئ إذن حوادث التاريخ في هذا البرنامج الطيب نحاول أن نأخذ العبر ونترك ربما السقطات التاريخية على جنب لا ندخل في تفاصيل التاريخ التاريخي ولكننا نحاول أن نأخذ العبر مما حدث في التاريخ من أجل أن نستقرئ مستقبلنا ونصحح أخطائنا لعلنا نقوم بعملية الإقلاع الحضاري من جديد بدون إطالة نبدأ في موضوع هذا العدد الذي عنوناه بتفاعل السكان مع الإسلام سياسيا واجتماعيا وعمرانيا وقد كنا مع ذرا قد بدأنا بالحديث عن هذا التفاعل في العدد السابق غير أننا سنركز على هذه الجوانب الثلاث في هذا العدد وإذا سمحتم لي وإذا كنتم تذكرون معي فقد طرحت سؤالا عليك إذا سمحت لي شيخنا محمد الهادي الحسني سأستعيد سؤالي من أجل أن أسترجع الجواب لأننا كنا قد أنهينا العدد السابق بطرح سؤال حول وضع المرأة بعد الإسلام هل تغير هل أحدث ربما وضعا جديدا للمرأة وكنت قد وعدتني شيخنا الفاضل بأن تجيبني على هذا السؤال ولعل هذا هو السؤال الذي نبدأ به من أجل أن نعود ونناقش المحطات الثلاث التي ذكرناها في هذا العدد فلتتفضل مشكور شكرا بارك الله فيك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه بما أن الحصى عنوانها تاريخ عبرة حينما ندرس ظاهرات اجتماعية وقاضية اجتماعية لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بدراستها بعيدة عن الاستضاءة بالقرآن الكريم وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا القرآن لأن الإسلام علمنا بأن الله عز وجل خلق الإنسان بصرف النظر عن كون هذا الإنسان ذكارا كان أو أنثى الرحمن أعلم القرآن خلق الإنسان وأعلمه البيان نعم وأعلم البيان لذكاري وللأنثى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكاري وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم شوف سبحان الله يا شيخنا ربي سبحانه شيخنا محمد الهادي الحسني قارن التعليم أو العلم بالرحمة ربي سبحانه لم يقل الجبار لم يقل القول الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وحينما يقص علينا قصة مثال إمرأة عمران التي نظرت لربها ما في بثنيها محرارا إذ قالت إمرأة عمرانا ربي إني نظرت لك ما في بثني محرارا فتقبل مني إنك أن سمع العلم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى ولكن لماذا لأن في مخيلتها لأن هذا النظرة الدنيا للمرأة حتى المسلمين مع الأسف تأثروا بها تسربت الإسلام من اليهودية ونسرانية التي كانت تنظر إلى المرأة نظرة الدنيا فإمرأة عمران تأثرت بما كان سائد في مجتمعها واعتقدت بأن العمل الذي وهو حراسة المعبد بطبيعة الحال كانت تتصور أنها وضعت أنثى لا تصلح لهذا العمل ولكن القرآن يصح لهذا النظر والله أعلم بما وضعت جملة اعتراضية وليس ذكروا كأنثى وهذه المآة لا تعلموا بأن هذه الأنثى التي وضعت ستصبح من بين أكبر سيدة النساء العالمين مريم التي جل الله تعالى بسببها هذه المعجزة التي أنها ستكون أم لنبي ولد وفق هذه المعجزة الإلهية التي حدثنا عنها القرآن ويعرفه دائم وينسب هذا النبي العظيم إليها عيسى بن مريم وهكذا وهذا تكريم للمرأة في حجزاتي نعم تكريم للمرأة إذا كنا نتحدث في هذا الجنم الخاص عن المرأة الأمازيغية كيف استفدت من إسلامه كيف تأثرت به لابد أن ننويها بأن المرأة البربرية أو الأمازيغية يحتق بالإسلام كان لها مكانتها المتميزة في المجتمع لم تكن مظلومة؟ ولم تكن مظلومة؟ كانت سيدة ذلك لماذا؟ لأن المجتمع الأمازيغية هو مجتمع أمومي ليس مجتمع أبوي كبقيتي كثير من مجتمعات الإفريقية وكانوا يعتقدون بأن العلاقة التي تقرب بين أفراد الأسرة هي الأم وحليب الأم يعتبر أهم عامل وأدركنا هذا في منطقة القبائل مثلا يتكلموا على حليب الأم باعتباره أقوى الصيلة بين الإخوة يقولك هذا خيم الحليب هذا خيم الحليب وحينما يقول حتى بالأمازيغية يقول غماء يعني أخي هذا اشتقاق أو مزج لفظي ما زجب بين لفظاني يعني ابن أمي غماء والتماء أختي بمعنى أختي من أمي يعتقدون بأن الصيلة بينهم تتقوى بواسطة الأم وبيواسطة الحليب الذي رضعه كانت هذه المرأة لم تكن عنصر استهلاكيين فقط المرأة كانت سياسية كانت عسكرية كانت تقود ويمكن أن نذكر بعض النمذج هذه هي التي تحدثنا عنها حتى قبل الإسلام نعم أو الكاهنة أو تين هنان عند توارك أو بعد ذلك في الإسلام نحن تحدثنا كثيرا عن فاطمان سومر أو الزوجة الأمازيغية التي تزوجها إيدليس الأكبر والتي لم تعيش معه طويلا وتركها حامل بابنها إيدليس الأصغر ونظمت الحياة السياسية في عهدها وحافظت على النظام العام الذي قاد في النهاية إلى أن يتوصل هذا الصبي وهذا الجنين الذي تركه إيدليس الأكبر ليصبح أول أمير بالنسبة للإمارات الإيدليسية للإمارات الإيدليسية حينما جاء الإسلام بطبيعة الحال جاء الإسلام ليحرر البشر من الجل يحررهم من الظلم الاجتماعي وما جاء ليحرر الجلد النساء هذا هو الأصل هذا هو الأصل في الإسلام ونحن نعرف في الحواضر في الحواضر المختلفة التي تعاقبت في شمال إفريقيا في المغرب الإسلامي بصفة عامة كيف أصبحت المرأة متعلمة سواء كان في بيجاية من بعد ذلك وفي تلمسان وفي كل العواصم في كل العواصم العلمية والحضارية التي ظهرت مع تعاقب السنين وتعاقب القرون في الكرون المؤرخون فقط في مدينة بجاية هناك ألاف من بنات يحفظون المدونة الإمام ملكوليس القرآن بركي القرآن هذا شيء مفروع منه لأن البنت كانت تذهبون مثل الوالد كانت تذهبون إلى الكتاب وتحفظوا القرآن الكريم ولكن هناك إشارة لابد أن نشير إليها لأن فقهاء المسلمين كثيراً ما اعتمدوا في الأحكام الفقهية التي دوانوها في مختلف المذايب دوانوها اعتمدوا على الكتاب والسنة على القرآن والسنة حقاً ولكنهم كذلك اعتمدوا على الأعراف لبعض المجتمعات الخطاء جاء من حيث أن الأجيال المتعاقبة لم تستطيع أن تميزها بين الأحكام الفقهية المستمبطة من القرآن ومن السنة وبين الأحكام الفقهية المستمدة من الأعراف باعتبار العرف مصدر من مصادر شريعة ويحاول البعض أن يعمم هذه الأحكام المستفيد للمستمبطة من العرف أن يصبح عرف عاماً يصلح لكل المجتمعات هذا الذي يحدث قد تكون في عب يعني بعد دخول شمال إفريقيا كله في الإسلام قد تكون المرأة تأثرت ببعض هذه الأحكام في المرأة في إعادة ترطيبها بعدما كانت هي الأولى في الأسرة أو على الأقل هي المساوية وهي الحارسة لكل قيم التي كانت سائدة في الأسرة يمكن أن تكون مع السنين ومع الضعف الذي دخلت فيه الدول المتعاقبة في شمال إفريقيا قد تكون تضرات بهذه الأحكام التي تجعل من المرأة ربما في المرتبة الثانية بعد ودخل في مجتمعنا قضيت فكرة ذكورة مجتمع الذكوري في الميراث وخاصة بعد استعمار الغربي الذي تعرض له بلداننا تأثرت ربما المرأة ومست في حقوق أساسية بالنسبة لها التي ضمنها الإسلام في الميراث هناك بعض الجهات توصلت إلى أن تحرم هذه المرأة من حقها في الميراث ويسميه شيخنا الغزالي غصب الاستيلاء وغصب الاستيلاء نعم وتأثرت إلى جانبي لأن مع الغزو الاستعماري لم تتأثر المرأة فقط وإنما تأثر رجله أيضا لأن الرجل أيضا فرض عليه الجال فرض عليه الحرمان فرض عليه الترد فرض عليه كل مصائب وبالتالي لا يمكنه أن تنجو ولكن في العهود الزاهرة لكل الدول التي نشأت في المغرب الإسلامي في ظل الإسلام أعرفت هذه المرأة مكانة متميزة أخذت العلم وشاهمت في الحضارة التي نشأت فوق هذه الربوع ولم تكن عنصورا سلبيا هذه المرأة لم ينظر إلي أنها مخلوق ضعيف ولكنها كانت عاملة وكانت سيدة في الأسرة وكانت هي حارسة ترقيين في الأسرة وفي المجتمع إذا كنت قد فهمت جيدا كلامك أخشى أن يفهم من هذا أو أن أفهم شخصيا أن الإسلام لم يقدم إضافة للمرأة طالما أنها كانت سيدة وطالما أنها كانت تساوي ربما في مرتبتها الاجتماعية الرجل الإسلام هل أفهم من كلامك أنه لم يضيف شيء؟ لا ليس هذا لأن الإسلام جاء أولا ليحرر الإنسان كإنسان بصرف النظر عن كونه رجل ذكرنا أو أنت صح لا يمكن أن الدعية بأن ما كان عليه النسق بالإسلام هو النموذج والمثال الذي ينبغي أن يحتذى به جاء الإسلام لترسيخنا ما بعته لأتميم مكارم الأخلاق لأن الإسلام جاء ليثبت هذه الحقوق حقوق المرأة وحقوق الرجل وينظم هذه العلاقة الزوجية على أساس المودة ورحمة كما نعلم وعلى هذه الأسس التي ومن آيته إن خلق لكم من نفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل منكم مودة ورحمة فالذي استفادته المرأة بعدما جاء الإسلام هو الذي استفد منه الرجل حيث أنها استطعت هذه المرأة أن تعرف مرجعيتها وأن تعرف هذه الأسس التي قمت عليها الدعوة الإسلامية وهي أنها أصبحت موحدة وأصبحت مؤمنة وأصبحت عنصر إيجابي في المجتمع وأصبحت عالمة وأصبحت مساهمة وأصبحت تناقشه وأصبحت تناقشه القضايا كل قضايا الثقافية والقضايا الفكرية التي تهم المجتمع والتي كانت تشغل المجتمع في ذلك الوقت فالمرأة إذن فالمرأة إذن اعتبر الإسلام هي الشقيقة رجل وهي إما أن تكون له أم أو تكون أخت أو تكون زوجة أو تكون جدة أو تكون بنتا مهما كان وضعها نعم فهذه العلاقة ولهذا السارع البربري لإعتناق الإسلام لماذا؟ لأن ما كان موجودة العلاقة التي كانت موجودة بين الرجل والمرأة كذا الإسلام وطورها ووثقها ودعمها بارك الله وفيك وأحدث هذا الانسجام على المستوى الاجتماعي فكرمها الإسلام أيما تكرم من الأسرة وصلت الفكرة بارك الله وفيك والحمد لله تضح الأمر أكثر وسأعود إليك في نفس النقطة ربما شيخنا محمد الهادي الحسني وأنا أستمع إلى تحليل شيخ سعيد معول وكلامه هو الطيب تذكرته كلام جميل جدا كان يقول الشيخ محمد الغزالي فيما يتعلق ببعض الظلم الذي وقع على المرأة حتى بعد الإسلام يقول كلما تعلق الأمر بالحديث عن المرأة هزمت الأحاديث الضعيفة الأحاديث الصحيحة تفضل شيخنا أعلم بالله المستردين بسم الله الرحمن الرحيم صعات والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هي المشكلة هي فهم المسلمين للإسلام وهذا المقصود من كلام الشيخ أول أول كلمة ربي نزلها في القرآن هي إقرأ إقرأ كما علمنا شيخنا رحمه الله فعل أمر نعم جاء في صيغة أمر بصيغة الذكر ولكن كما يقول ربي أقيمي الصلاة هذا فعل أمر للذكر أيضا أقيم الصلاة هل المرأة لا تقيم الصلاة؟ أتو الزاكت هل المرأة لا تقيم؟ إذن فهم المسلمين وقد تجرأوا على الرسول صلى الله عليه وسلم فوضعوا حديثا ما يمكن ليس عليه نور النبوة كما يقول الشيخ الغزاء لماذا ما ذكرته؟ لا تعلموهن الكتابة ولا تسكنوهن الغرفة لا حول ولا قوة إلا بالله وهذه كيف تؤمنون ببعض الحديث وتكفرون ببعض الحديث ها ما قررتهاش ولكن سكنتها في الغرف الغرف هي الشروفات هي الطابقات العليا إذن الإسلام ظلمه أهله وحامل ولهذا شوف الفقهاء الإسلام ولكي تسهل الرواج هذه الفكرة استنقاص تقول علموهن شاعر علموهن الغزلة والناسيجة والردنة الردنة هي الفصالة كيفاش تفصل علموهن الغزلة والناسيجة والردنة وخلوا كتابة وقراءة ما تقرها ما تعلمها الكتابة فصالات الفتاة بالحمد والإخلاص الفاتحة وقل هو الله تجزي عن يونس وبراءة هذا الذي تقوله مناقض لحادثه رسول الله صلى الله عليه وسلم علموهن صورة النور لأن فيها أحكام الأسرة وأحكام وأداب الأسرة إذن فالكارثة في فهمي وهذا الفهم السيء للإسلام لم يقتصر على ما مضى في القرن العشرين عندي كتاب لعالمين رحمه الله سمه الدستور الإسلامي الدستور هذه اللامة هذه وش يسميهها المستغرقة لكل ما هو خارج عن هذا الكتاب كل ما هو خارج عن هذا الكتاب ليس إسلام ليس دستور إسلامي مما تعرض فيه في هذا الدستور التعليم كل الفصول الأخرى كل مادة مدعمة بأي قرآنية أو بحديث نبوي أو بقول صحابيين أو بقول عالمين من علماء المذاهب المشهورين إلا التعليم لما جاء لي فصل تعليم البنت قال هكذا تدخل المدرسة وهي بنت خمسين خمس سنوات وتخرج منها وهي بنت عشرين ولا تمتحن ولا تعطى شهالة لكن لا آية قرآنية لا حديث نبوي لا قول صحابي لا قول تابعي لا قول إمام من آئمة المسلمين وهذا الدستور الإسلامي من لكاة قول أنت عربه ولا تعرسوا الله صلى الله عليه وسلم ولا ولا ما كان لمؤمنين ولا مؤمنة إذا قض الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بلهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا لكن كتل الأهواء هي التي تتحكم في شراء الله عز وجل هذا هو الكارثة وليه هذا شيخ عالم من علمائنا وبعث رسالة الشيخ البشر الإبراهيمي قصيدة لعلماء الحجاز لعلماء نجد نجد علماء نجد قال لهم أن هذا التصرف منكم إساءة للإسلام عندما تمنعون المرأة من التعليمي وهذا هو الأصل وتعلمون أبناءكم فيكونوا أبناءكم في أرقى مستوى من العلم وبناتكم تبقى جاهلات ماذا يقع؟ سيفضل هذا المرأة الذي علمتموه في أرقى الجامعات سيبحث عن واحدة متعلمة لأن الكفاءة مراعاة في الزواج في الإسلام طبعا واحد عالم يتزوج بمرأة أمية معناها العذاب الرهيم هو في السماء السابعة وهي في الأرض السابعة ولهذا قال قال لو أن السفهاء لرهم موجودين الآن وما أكثرهم يختلفوا مع صديق الله ولا مع رفيق الله فيطلق هذه الكلمة الرهيبة لتعطلق ولهذا قال القوضات عليهم أن يمنعوا العصمة عن السفهاء العصمة للرجل ولكن قال كمن أعطى سلاح لمجنونين سبحان الله عندما يكون الرجل الرجل نعم الإسلام أعطى العصمة للرجل عندما يكون رجلا كما قال الشيخ عبد الحاليم بن اسمايا واحد سأله وقال له الشيخ الذهب كين منها باللي حرام على الرجال قال له كيف تقول لي ورجال عندما تصبح هنا رجال إذن الاختلافات اللي أنا نسمعها فإذن هذه كارثة أن نحن بدل من أن يكون الإسلام حاكما علينا صارنا نحن للأسف نحكم ونلوي أعناق النصوص وأعناق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة وإذا ما القناش نختلق أحاديث وننسبها كهذا الحاديث الذي لا تعلمهن الكتابة ولا تسكنهن الغرفة سبحان الله تبطر حتى الأحاديث من معانيها ومن سياقتها الحقيقية فالإسلام شيء والمسلمون شيء آخر ولهذا وما الإسلام في ذلك ولهذا الآن نسمعني نضلو نعملو على أن نتخلى مش نتخلى يعني أن نزين أقوال فلان أو فلان أو فلان بروح بمقاصد الإسلام الكلية وهذا هو الأصل ونشوفو إذا كان الإسلام مظلم أو لم يظلم العبرة في كل هذا ما عليك يبدو أن الموضوع نعم نحتاج إلى وقفة نعم لأن استمعت من الأستاذ كلمة الكفاءة ومنك شيخ محمد الغزالي وذكرني بأمور لأن هذه العبرة التي ينبغي أن نخرج منها ما موقفون إذا هذا الطراث الإسلامي القائم سواء كان على عرف أو الأحكم التي فرضها واقع معين من ربيه المسلمون سواء كان ظرف سياسي أو اقتصادي أو ثقافي من ربيه قضية الكفاءة هذه الكفاءة في زوج هي أحكم فقهية أقامها الفقهاء على أساس على أساس ربما إيديولوجيا على أساس قومي حينما قالوا مثلا مثلا بأن المرأة القوريشية لا يتزوجها إلى قوريشي وذكرت الإمام الغزالي ذكر في كتابه ركائز الإيمان بالعقل والقلب هناك علي يوسف رحمه الله هو رئيس حزب في القرن الماضي في مصر كان يخلق أو يصنع بعض المشاكل للسلطة الحاكمة في ذلك الوقت حتى يحتموه باسم الإسلام وباسم الفقه الإسلامي رفعوا القضية إلى المحكمة ضده من أجل تطليق زوجته منه لكونها قوريشية وهو مصري فهو ليس كفاء فهو ليس كفاء لا ثم هناك أحكام فقهية أيضا العيب ليس في هذه الأحكام التي فرر العيب حينما تحاول أن تعميم ذلك على سائر المجتمعات وتقول بأن الإسلام هو الذي قال هذا كأن تقول مثلا عندنا مثلا عند الفقهاء الملكية وخاصة الذين جاءوا من بعد الملك أن الشريفة لا ترضع لماذا لأن العرب كانت ترسل بأبناء المراضع هذه لأسباب ثقافية لأسباب صحية لأسباب لغوية لا يهم ولا ها أن تشترط ولا ها أن تشترط على زوجها في عقد الزواج أن لا ترضع ابناء هو هكذا مكتوب في كتب الفقه كأن هي ليس ليس ابناء ليس ابناء لها عندنا المشكلة تجزيلة ومشكلة تعميم يا شيخنا أنا لا أناقشك في عرفك إذا كنا اصطلحتم على هذا ولكن الشئ الذي أناقشك فيه أن تجعل هذا من الدين وأن تحاول أن تعميمه على سائر المجتمعات مع الأسف وصلتنا هذه الشرايا الفقهاء الإسلام يقولون مثلا النفقة على الزوج تجاه زوجته تتمثل في المسكن والملبس المسكن والملبس والمأكل والمأكل نعم ونفقة علاجها يقول لك لا نفقة علاجها من ملء أبها وهذا لا يمكن أن يتصور في مجتمعنا الزوجة تمرض وتقول تنادي أباها أو أمها تعالوا لتأخذوا بنتكم عندما تفاصيل كثيرة على كل حال هذه أحكام فرعية فقهية يجب أن نميز بنا هذا فرضه واقع اجتماعي معين ولكن لا تحاول أن تعميمه باسم الإسلام ولعل هذا الذي أساء الشيخ نتعيز الأول هذه الشضايا التي أساءت إلى وضع المرأة بصفة عامة هذه الشضايا يعني جابهاها مجتمعنا ولكنها تصربت باسمئنها فقه وبقي بعضها عند الفقه الفلاني أو الفقه الفلاني أو الفقه الفلاني لا الإسلام كرم المرأة وكما كرم الرجل ولا يمكن أن تتحقق كرامة الرجل وحريته إذا لم تتحقق كرامة شقائق الرجل النساء شقائق الرجل هذه نظريتنا في كل الأحوال لكن حتى نعود إلى الكفاءة ليس النحية العرقية مثلا هذا عاليم يعني أنسب له عاليمة من حيث التوافق نعم من حيث التوافق طيب 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 وصلت الفكرة طيب وصلت الأكبر الذي هرب من فقه الذي نصب له ليقتل فوصل إلى هنا وتزوج بأمازيغية لأن لو تتبعنا المنطق الفقهي الذي أقامه الفقه على الأعراف ما كان ليه تزوج فهي ليش تكف أن له ولكنه تزوج وأدركنا هذا في مجتمعنا الجزائري كان الناس ماذا يقولون هؤلاء الذين انحضروا من من الإدريس الأكبر للأشرف كانوا يقولون للأمازيغ أخوالنا أخالي لماذا لأن أمهم مأمازيغية وجدهم الأول كان كان ليس فقط قريشيين ولكنه كان هاشمي ولم يعلموا الناس بأن هذا لا يجوز وإنما انحضروا من 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 عنصرين من العنصر الأمازيغي ومن العنصر القريشي الهاشمي هذا يقولون هذا يقولون لهؤلاء أنتم أخوالنا وهؤلاء يقولون أنتم أسيادنا أنتم أسيادنا سيدي وخالي ورسول السلام يقولون اختاروا لابنائكم أخوالنا هذه النظرية تقوم على نقيد هذه قامت هنا على نقيد النظرية التي تقول بأن الكفاءة تقوم على أساس للعرق وهذا يمتد حتى إلى الناحية السياسية حينما خرجوا وسنصل إليه ربما في يوم من الأيام إن شاء الله إلى نحية السياسية حينما كانوا الحكم لا يكون الخليفة يجب أن يكون قريشيين في حين الله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله إتقاكم ولا أتصور سيدنا رسولا الذي يقرأوا هذا القرآن ونزل عليه وكلف بتبينه عند وفته أن يقول للمسلمين لا يصلحوا لحكمكم إلى هؤلاء وهو الذي يقول ولو تأمر عليكم عبد الحماشي رأسه وارب العزة قال له إن أكرمكم عند الله إتفاكم لتعرفوا سبحان الله وهؤلاء في المغرب الإسلامي هذه النظرية أبطلت هذا للهاشمي وابنه بعد ذلك وابنه ثم ابنه كلهم تزوجوا لما ذلك المؤمن الصادق المسلم الصادق يقتربوا من الناس لا ينعزلوا عنهم ولا يتعالى عنهم وإنما يندمجوا فيهم كفيت وفيت يا شيخ نعم برك الله فيك ولعل الحديث إذا لاحظتم معي يا شيخ الأفاضل ساقنا من الحديث إلى المرأة إلى الوضع السياسي دائما وارتباطته المختلفة ولذلك سأمر هكذا بسؤال سريع إلى شيخنا محمد الهدي الحسني إذا سمحت لي اليوم حديثنا عن ربما التفاعل على المستوى السياسي والعمراني والاجتماعي ونحن قاربنا الحديث عن الجانب السياسي وجدنا أنه بظهور الإسلام بدأت المنطقة تخرج شيخنا محمد الهدي الحسني من حالة الانفعال إلى حالة التفاعل من حالة التأثر إلى حالة التأثير كيف كان التفاعل على المستوى السياسي وما هي مخرجات هذا التفاعل إن صح التعبير المنطقة كان في ما يهيه إلي إنها كانت سكان هذه المنطقة هذه في ما سبق من عهود ما عدا العهد الفينيقي شيئا ما كانوا علىها مش تاريخ سكان هذه المنطقة إلا عندما يوقع بينهم وبين الآخر احتكاك مسلح وكذا والأخير وهنا واش نشوفه يعني ما عليش نستعجل الصراع مع البيزنطيين مع الرومان مع الواندال كان صراعا عرقيا احنا ولاد بلاد وانتوما غرابا عندما وقع الصراع نفسه بعد الإسلام لكن لم يصبح عرقيا ولا فكرة أنا عندي فكرة أن الإسلام كيف قال الرسول عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من طراب الناس سواسية كأسنان المشت إذن ولا نفسه ومن هؤلاء العناصر التي ثارت ضد هؤلاء عناصر من الذين جاءوا من خارج المنطقة عندهم نفس الأفكار لكن رأوا بعض الحكام ولا بعض الولاة اشتطوا في أحكامهم في تصرفاتهم فقاموا يعلنون ثورات وهكذا تعرفوا في كتب التاريخ ثورات الخوارج خوارج على السلطة الظالمة على السلطة المستبدة على السلطة والرسول عليه وسلم قال أفضل الجهاد عند الله كلمة حق عند إمام جائر ظالم ولهذا الناس اللي يستعبدون باسم الحديث تع الرسول وإن جلد ظهرك وأخذ حقك يقول لك إذا كان إماما عاديا أما إذا لم يكن عاديا كيف هالرسول يناقض نفسه يقول اللي يأخذك مالك تموت في سبيل مالك قال له يقتلني قال له أنت شهيد إذن وإن ضرب جلدك وظهرك وأخذك ذا وكذا إذا كان إماما عاديا سلطة عاديا إما إذا كان ظالما ومتجبرا وقال ما ليس لكم إله غيري إلى آخره فالواجب على السلطة على الناس أن يطوروا ضد هذا السلطان الجائر لأنه يراه جائر حتى على حكم الله عز وجل ربي يقول لا يجري منكم أن تعديلوا أعديله وأقربوا للتقوى كيف أنت ترمي حكم الله وراءك ظهريا تعرض عن حكم الله ولا تقول لي أن قلك هذا الذي يفعله الحكام وسنصل إليه عندما نتكلم عن الحكم في الإسلام عن الدول التي قامت وعلى الأسس التي قامت عليها الدول سنرى أن أكبر جريمة ارتكبت في حق الإسلام هو هذا المبدأ الجميل لهو الشورع التي لم تعد كأنها ليس من الإسلام وهي من صلب الإسلام بصراحة إذا سمحت لي شيخنا محمد لهذا الحسني أفهم من كلامك أنه الحمد لله نحتاج إلى أن نؤسس لفقه تغيير ولكن الإسلام مقابل ذلك أعطى أيضا ربما ركائزة لفقه التغيير بالتي هي أحسن ولا تجادلهم أعتقد أن الذي نحتاجه أيضا هو أن نهذب ذهنيتنا تجاه تغيير الأوضاع التي نعيشها إذا كانت ظلم الإسلام عندما جاء إلى هذه المنطقة وجد في بعض جوانبها أن الظلم ساد في كثير من مجالته وقد أحسن في زاوية التغيير من حيث أنه لم يأتي بالقوة هذا المبدأ الأساسي ثم أنه وحد بين سكان المنطقة إلى درجة أنه كما تتفضل دائما وتقول عرب وغرب صح؟ ومن ثم عدالة الإسلام أيضا في هذا الفقه الجديد في التغيير أن يكون حتى مبدأ التغيير يكون مضفى بنوع من السلام السلام الداخلي والسلام مع الآخر دون تهميش أي شخص ولذلك كنت سأسألك وأنت تتحدث عن مبدأ الشورى الذي يتغنى وإن إجابا به كثير من الفقهاء والعلماء الحمد لله له في سياقته التاريخية ما فيه من عظمه ألا تعتقد أن مع عظمة هذا المبدأ كانت فيه سقطت أيضا تاريخية في تطبيق هذا المبدأ أم أنه كان بمثل هذه المثالية التي يعشقها جميعنا القضية يعجبني قول أحد العلماء الفقهاء خطر الفقه ومعناها الفهم والناس ليسوا سواء في الفهم فيقول الشورى ليست قضية نظام سياسي هي مسألة اجتماعية بدليل وهو دليل واجه صورة شورى من الصور المكية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يبرز الكيان السياسي للدولة الإسلامية ربي يصف المجتمع المسلم بأن أمرهم شورى بينهم لم تكن هناك دولة لتطبيق هذا الأمر هذا لتطبيق هذا المبدأ لكن لما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار هناك كيان سياسي ولا في صيغة أمر وشاوره في الأمر والخطاب لمن؟ الأمر لمن؟ لرسول الله الذي لا ينطق عن الهواء علمه شديد القوى ما أتكم الرسول فاخذوا ومع ذلك يقول ربي ولذا الكارثة في حكمي وفي اعتباري أن يقول بعض العلماء إن الشورى معلمة وليست ملزمة ولما كانت معلمة لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يشاور في بدرين ويشاور أصحابه في أحد وكان لا يحب أن يخرج في أحد ولكن الصحابة أو جزء من الصحابة قالوا لا بد أن نخرج لأنهم لم يشاركوا في بدرين فقال لهم نخرجوا فلما رأوا أن الرسول يخرجوا بغير ريضا أو رغم كأنه مرغم على ذلك قالوا له خلاص قالوا لهم درك ما نشن لعبوا ما كان لنبي إن إذا لبس اللباس الحربي يعني ينزع إذا قلتوا نخرجوا نخرجوا إذن فالشورى الكارثة التي أصابت العالم الإسلامي وما تزال إلى اليوم هي هذه الشورى دايرنا خضراف وقعشا إنسان الذي يحكم ربعين سنة ولا يسأله ورب يقول قفهم إنهم مسؤولون هذا الذي حكم ربعين سنة سأل كل الوزارة والسفارة والمديرين وهو الواحد الذي يسأل طيلة ربعين سنة وكيف هذا بشر هذا ولا غير بشر إذا بشر قال ابو أحمد صلى الله عليه وسلم كل بني أدم خطاء إذن لماذا لا تحسب على أخطائك أنت صحيح هذا في الجانب السياسي إذا كنت قد أتممت يا شيخنا محمد لأن المخرجة تشير بمشرفة انتهاء الوقت للأسف شديد يبدو أن تفاصيل التاريخية كثيرة والعبر أكثر وهذا هو الجميل في هذا البرنامج الطيب وسأنتقل إليك وألاحظ أن لديك تدخل لأن هذه الأراء الفقهية يجب أن نقرأها في سياقها الزماني والمكاني بعد الفتنة الكبرى التي وقعت بين المسلمين في المشرق قبل أن تكون في المغرب دفعت الفقهاء إلى أن ينشئوا هذه الأراء الفقهية بعد العاكم لماذا؟ لأنهم كانوا قدروا بأنهم يستطيعون أن يتعلموا كيف يختارون بين الضرر الأكبر و الضرر الأصغر لأن الفتنة يقولوا أنت عيشت ستين سنة ربما تحت الاستبداد خير من الواحدة في الفوضى لماذا؟ لأن الفقهاء أفتوا لمعالجة الأوضاع التي كانت قائمة بالمسلمين الفوضى العارمة والقتل الذي لاحد له وقد عرف المسلمون فترات حرجة في حياتهم ولكن الفقه ما كان يهمه هو أن يعود الأمن ولكن العيب أن تصبح هذه الأحكام الاستثنائية التي توصل إلى الفقهاء من أجل معالجة وضعية كانت قائمة السياق تاريخ معين أن تصبح هذه الفقهة وأن تصبح هذه الفقهة في كل زمن وفي كل مكان لأن الأجيال التي أتيت من بعد ذلك تقسره وتقول هذا هو الإسلام هذا هو الفقه هذا هو الخطأ والعبرة التي ينبغي أن نخرج بها اليوم كيف نتوجه إلى التراث ونغربله مثل ما قال الشيخ الغزالي رحمه الله ثقافة تقليدية تحتاج إلى مراجعة في فقهنا سواء في فهمنا سواء في كل أدبيتنا ما هو أين هذا التراث الذي هو من الإسلام حقيقة وهذه التجربة الناجعة ونحتفظ بها أين تجربة الفشلة أو المتقولة على الله وعلى قرآنه فنقول هذه يجب أن يستغنى أن يستغنى في كل العلاقة سواء كانت علاقة سياسية سواء كانت علاقة اجتماعية العلاقة بين الرجل والمرأة العلاقة بين الحاكم والمحكم كل هذا لا يعفنا أبدا من البعث المرض الخطير الذي يتهددنا هو أن نقف جامدين ونقول هذا شيء هكذا قل فقاه الفقه هذا كعالج مرض عصره وضرفه ووجهه وأنت ما هو موقفك اليوم هل يمكن أن نستحب معنا هذه الفهم إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها وننسبها إلى الله وإلى رسوله هذا هو السؤال هذا هو السؤال حكا الشيخ محمد صالح بن عتيق وأدركناه وعيشنا معه وهو من تلاميذ الإمام بن باديس قال مرضه يوم على الإمام بن باديس كان في محل يمكن تعو الشيهاب الله فناداه أمو حمد صالح أروح قال قلت لي ما رأيك في تعليم المرأة في الدعوة إلى تعليم المرأة في قسنتينة قال له الشيخ أنا بارئ من هذا أنت رايح تظهر تثير بركانا تقاليد تراكمات كذا ولا خير بالمعنى الزمني لذلك تبؤ بالكارثة التي تفعلها قال فسألني سؤال هل فعل هذا رسول الله أم لم يفعله قال قلت له فعله إذن قال له كيف نبتعد عن رسول الله إرضاء لهذه التقاليد البالية ولا لهذه الأحكام وهذا بن باديس أيضا نفسه الذي أرد أن يعيد المجتمع الجزائري إلى القرآن يحكي الشيخ مبارك الميلي في رسالة الشرك ومظاهره في إحدى البلدات في الجزائر الشيخ بن باديس دخل إلى المسجد ليلقي درسا في أوائل صورة الأعراف فنظى متعلم هكذا يقول متعلم قال له الشيخ خلينا من القرآن قل لنا واش قال سيدي خليل سيدي خليل آلم جليل ولكن أين سيدي خليل من القرآن إذن فهذا الذي تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير فلنعود إلى القرآن الكريم يعتك صحة بارك الله بارك الله فيك وكلامك بلسم يعتك صحة شيخنا وكذلك شيخنا سعيد معول حتى نختم هذه الحلقة وهذا العدد معذرة ونبقى في صميم موضوعنا ونحن نتحدث عن التفاعل السياسي بعد ظهور الإسلام في المنطقة هل قدم ونحن نفهم شيخنا سعيد معول أنه سياسة فيها ما فيها من لغة وفيها ما فيها من الاستقرار ومن تجاذبات هل قدم الإسلام وضعا سياسيا بهذا المعنى مستقرا في المنطقة إذا سألتني عن الإسلام سيكون الجواب بمغير إذا كان سؤالك تسألين عن المسلمين صح المسلمين منذ أن دخلوا في الفتنة الكبرى كانت حياتهم هكذا أخذوا ورد بين كل الأطراف لم يعرف المسلمون استقرارا عندما هكذا قد يدومهم مثلما دمت دولة الأموية كذا من سنة ودولة العباسية كذا من سنة ودولة رسطومية عندنا هكذا من سنة ولكنها دائما كانت تعاني من شناء ومن اختلاف الداخلية تطعم هذه الخلافات دعاويل العنصرية من هنا وهناك وكل فريقني داعي بأن له الحق في كذا لم يقدم الفاتحون أفكارا خالصة في السياسة؟ لا 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 الدرس الذي ينبغي أن نخرج به هنا هو أن السكان السكان الشمال الأفريقية استطاعوا أن يميزوا بين مبادئ الإسلام مثلما تقولين حقائق الإسلام الكبرى وبين تصرفة هؤلاء البشر الذين 99% من اختلافاتهم وحروبهم كانت على الدنيا ولم تكون على المبادئ أبدا لأن الخلاف نعم نعم لأن الخلاف حينما يكون على المبادئ لا يخيفونها المبادئ الأقوى هي التي ستنتشر في نهاية ولكن الخلاف الحطير الذي يهزم الأمم وينهيع ويسقط الحضارات حينما يكون الخلاف على البطن على المجال الحيوي من الذي يستأثر على هذه الدنيا ونزال هذا الخلاف إلى يومنا ما يزال الناس يترى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا شيخ البشير قالوا له تبدل الزمان قالوا ولكن الإنسان هو الإنسان هو نفسه يعني هذه الغرائز التي بثها الله في الإنسان هو صراع داخلي قبل أن يكون مع الآخر وسنرى إنستمرنا بأن الأنظمة السياسية التي نجعت في المغرب الإسلامي كانت فعل على هذه الأمور التي تحدثنا عنها حاولت بقدر الإمكان أن تذيب تلك العلاقة السيئة التي كانت تربط الحكم بالمجتمعات وحاولت أن تقربها يعني أن تقتربها من الجماعير مثلما كان ذلك مع الدولة الأسطمية أو حتى مع الدولة الموحدين أو الحمديين لأنهم حاولوا أن يذيبوا كل هذه الأحكام التي لا علاقة لها بالإسلام وإنما فرضها واقع من الواقع أو ظرف من ظروف لا ينبغي أن نستحبها كذا إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها بارك الله فيك شخنا سعيد معول يبدو أن الكلام معكم في التاريخ شيء جدا وأعتقد أننا لم نوفق في ربما بلوغ كل الأفكار التي سطرناها على الأقل وإن كنا قد أعطينا الحمد لله السؤال الماضي حقه ونصيبه في هذا العدد ويكفي أننا نستفيد حتى وإن كنا سنرجع الأفكار الأخرى إلى عدد مقبل بعد إذنكم بطبيعة الحال لا يسعني في النهاية إلا أن أشكركم وشيخنا محمد الهادي الحسني شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به هذه الأمسية المباركة شيخنا سعيد معول شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به هذه الأمسية المباركة مشاهدين الأفاضل شكرا لكم على حسن المتابعة الفرقة التقنية أيضا شكرا لها على كل ما قدمته هذه الأمسية ولا يسعني في الأخير إلا أن أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في عدد مقبل بإذن الله اشتركوا في القناة